العراق أشادت بمعظم الدول بالمذكرة التفاهم بالبطاقة التموينية وكان يصل الغذاء من شمال إلى جنوب العراق ومن شرق العراق إلى غربة لكل المواطنين في القرى والأرياف ولهذا تجاوز الأزمة التي كان يعاني منها نتيجة الحصار الظالم الذي يفرض على العراق أنا أؤيد ما ذهب إلى الأستاذ خشام وأحنا النجاح الذي حقق العراق في البطاقة التموينية على حديث كثير من دول العالم وبدوا يأخذون من هذا النظام الكثير لتطبيقه في بلادهم اتبار تجربة ناجحة نعم تجربة ناجحة وأحنا الموظفين الذين مارسنا عملنا في هذا المجال كان يذكرون بها في كل اجتماعات اللجان المستركة فأنا شاء القدر أن يتيح لي الفرصة أن أحضر لجان مستركة عديدة حضرت اللجنة العراقية الإسبانية برئاسة المرحوم الدكتور أحمد مرتضى وحضرت اللجنة العراقية التركية الاقتصادية التركية برئاسة الدكتور عامر محمد رشيد الله يطوله بعمره وزير النفط السابق وحضرت إلى ماليزيا وإلى أندينوسيا وإلى كوريا وإلى عمان فكانوا ما شاء الله خبرة فكانوا كل الناس اللي نجتمع بيهم يشيرون إلى هذه البطاقة التموينية وكيفية تنفيذها وكانوا اثير استغرابهم ولهذا إحنا دائما نكرر ونقول إحنا كموظفين عملنا في هذا المجال وحققنا شيء من النجاح اللي نفتخر بيه كوننا إحنا خليته العراق يعبر يعبر السنوات من الأجنق وإحنا تعلمنا كيف نعمل من رؤسائنا واللي كانوا دائما يوجهونه ونتعلم منهم ومن وصلنا للمراكز المتقدمة بدينا نطبق ما تعلمناه بالإضافة ذلك بالنسبة لي شخصيا أنا كنت دائما أحط أمامي توجيهات والدي الله يرحمه من كونة طالب في الدراسة ومن أنهي الدراسة الجامعية فكان ينصحني أنه يجب أن لا تكون أعلى من المستوى اللي أنت فيه فكر في المستوى اللي فيه أنت حتى تتمكن وقع من مستوىك حتى تتمكن من توصد للأعلى لا تبتدي أنت بالأعلى ترجمة نانسي قنقر